الإيجار القديم في ميزان المحكمة الدسترية تصدى لنصوص القانون منذ 1995 وحكم 2002 يقضي بالامتداد للجيلة الواحد وخبيب تحصين المركز القانوني للتجاري الطبيعي بحق الورسة ولا يجوز الخروج على المجموعة لحكام الصادرة أهلا بكم ألعوكم الاشتراك في الكنية وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلاي قاعدة رئيسية تحكم أليات عمل الجهات المختصة في إعداد وصياغة راية متكاملة بشأن حل ملف الإيجار القديم والذي يمثل إشكالية متورسة معقدة ويأمرعات الأحكام الدسترية الصادرة في هذا الصدد كما تعمل اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة في أطار مجموعة من السوابت ومنها وجود مؤلاء انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية وتوفير مساكن بديلة للمستجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك وإنشاء صندوق لدعم المستجرين غير القدرين وهو ما أكده النائب أحمد السيجيني عدو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة بتأكيده أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التي ستنص بالقانون فستكون بالنسبة للساكن الأصلي ومرتبه له حكم المحكمة الدسترية في 2002 في أنها تتدرج في تغيير الكيمة الإيجارية حتى تصل إلى الكيمة السوقية في فترة تقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالطراضي وذلك وفقا للبدال المقدمة من الحكومة بينما التجارة والإدارة والشوق المعلاقة فسوف يتم تحريرها الكيمة الإيجارية وكذلك تحريرها للعلاقة التعاقدية والتي تنتهي بالإخلاء ما تنتهي مدة العقد احتراما عيدا لحكم المحكمة الدسترية في 2018 وهذا مكتسب كبير للمنلاك بل يمثل منفع الأكبر من حيث الكيمة والاستفادة وفي قراءة للأحكام الدسترية الصادرة في هذا الملف يقول الدكتور صلاح فوزي الفقير الدستوري أن حكم 2002 يقضي بأن من استفادة بالامتداد لا يمكن الاستفادة مرة أخرى أهل امتداد للجيل واحد في عقد الإيجار من المساجر إلى أولى طبقة من زوجته أو أبنائهم وذلك في شأن المادة 69 من قانون إيجار الأماكن في العلاقة بين المالك والمساجر ولافت إلى أن التعجلات الجديدة حسبها معطرحة وأعلن ستسمع بعادة النظر في العلاقة بين المالك والمساجر من خلال عدة سنوات تدريجية ترفع الكيمة الإيجارية وفقا للمكان والمساحة والحجم والموقع حتى نصل إلى الكيمة السوقية الحقيقية ولا تنتهي العلاقة إلا بالتراضي مطالبا مضرورة أن يكون هناك قدر كبير من التريس والتدارس في شأن تحرير الكيمة الإيجارية حتى ولو تدريجيا كما أن هناك حاجة لدراسة اجتماعية كبيرة لأن وضع كل وحدة قد يختلف حتى حال التجاور وتحديد معير العوز وأشار فوزي لأن أحكام الدستورية العديدة تفيد بأنه لا يمتد إلا لطبقة وحدة وهذا هو الكيد الرئيسي وذلك فيما يخص الأماكن المساجر للسكن بينما حكم الدستورية لغير الغرض السكني والأشخاص الاعتبرية فقد قضى بعدم دستورية الامتداد المطلق مقترحا أن يكون مثل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبرية لمدة خمس سنوات وشدد أن القوانين لا تسعي لتحقيق الرضا الكامل بينما تعقيق مصلحة عامة ولكن لابد أن تزيل الأشحاء في قدر الإمكان مقترحا أن تشمل التعديلات بأنه في حال وفاة المساجر وله أبناء لا يحدث امتداد تلقائه ويتم إلزام المؤجر بتحرير عقد لهم ليزيد العقد في الكيمة الإيجارية بشكل مقبول ولابد من أمرعات الأزمة الاجتماعية لبعض الأسر وإيجاد بدال وضحة بينما يقول محمد عبد العالي المحامي بن نجد والخبير للقانون المتخصص في الإيجارات أن المحكمة الاجتماعية بدأت في تصدي لنصوص قانون الإيجار القديم منذ عام 1995 ومن ثم يتم تعديل هذا القانون بموجب هذه الأحكام منذ منتصف التسعينيات قائلا مقولة لم أطرأ علي أي تعديل فهي مقولة خطأ وعملة أحكام المحكمة الوصول بإعلاقة التعقدية الإيجارية للحد الأدنى للشروط في التعقدات بالقانون المدني وتم تقليص كافة الضمانات التي كانت تكررها القانون المساجر والتي كانت تعطي حتى أقارب الدرجة السليسة نسبة أو مصاهرة وقسرة الامتداد على الأسرة فقط وتابع عبد العيل أنه في نوفمبر 2002 صدر حكم خاص بالإيجار السكني بامتداد مقرر لمدة واحدة لأسرة المساجر الأصلي والولدائي بشرط الإقامة السابقة مع المساجر الأصلي بينما التجاري فقط صدر في 1997 ما يقضب عدم دستورية استمرار لا نهائية العقد التجاري وبنان علي صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والذي نفذ الحكم الدستوري وقسر الامتداد لمرة واحدة لورثة المساجر الأصلي ووزان بين حقوق المالك والمساجر وقسر الامتداد لمرة واحدة لورثة المساجر وقرر بزيدارة الكيمة الإيجارية تعويضا للمالك وهذا ما قررته المحكامة الدستورية في 2002 و2004 وقررت بدستريتو وأوضح أن أحكامة الدستورية حصنت المراكز الكنونية للتجاري للطبيع بينما التجاري للأشخاص الاعتبارية في عام 2018 أصدرت المحكامة الدستورية حكمها القرص بالأشخاص الاعتبارية وقررت أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعة وتحديد مداته وقررت بإنهاء هذه العقود وهو مصادر بشأنه مؤخرنا الكنون الصادر عن البرلمان بشأن الأشخاص الاعتبارية والذي أعطى مدة توفيق أوضاع خمس سنوات وأكد عبد العال أن ما استعرضه من أحكام هي العبرز والعبرة فهي مقترع قيد الدراسة لابد أن يكون لمجموعة الأحكام الدستورية الصادرة ولا يجوز خروجه عن مقتضاء أو نطاق الحكم الدستوري زيادة أو نقصانة ولا يجوز أن تكون مغيرة لتلك الأحكام طبق على نص المادة 195 من الدستور وعن الوعدات المغلقة فقد أكد أن قانون الإيجار القديم مشهير لأن المستاجر يترك العين طرقا نهيا والمؤجر عليه إثبات ويقيم دعوة لطرق العين نهيا معتبرا أن إخلاق تلك الوعدات يصطدم مع النص الدستوري والذي يؤكد على عدم إخلاق أحد من مسكانه إلا بحكم قضايا اشتركوا في القناة